موسيقى مساء الخير طلع عليكم اليوم بحلقة جديدة مميزة متلك اليوم ليش مميزة؟ لأن عم نحكي نحن وياكم عن إعادة بناء وطن وعن الخطوات اللي ممكن نعملها كرميل نرجع الروح لوطننا بهالحلقة رح نحكي عن أهمية السياحة والقطاع السياحي كمصدر حيوي بلبنان وكيف ممكن ننهض بهالقطاع من جديد كما رح نتناول الشقة النفسة وكيفية الاهتمام بصحتنا النفسية بالدرجة الأولى وعن مبادرات فردية وشبابية يلي بعضهم مستمرين فيها شباب وصبايا لبنان منشوف حالنا فيهم ومنشوف لبنان الحلو بعيونهم خلونا نفتتح حلقتنا بجولة صحية على المستشفيات بمختلف المناطق اللبنانية كيف عم ترجع تسترجع عفيتها وشو أبرز المستجدات مع رئيس دائرة المستشفيات بوزارة الصحة وعض غرفة عمليات وزارة الصحة العامة هشام فواز مساء الخير هشام مساء الخير ألي كل جميع المشاهدين هشام يعني اليوم أكيد بدنا نتطرق إلى الوضع الصحي وتحديدا بدي أحكي أنا وياك عن غرفة الطوارئ الصحية يعني كثير منسمع فيها هشام ولكن ما منعرف شو معناتها ليش عملتها وزارة الصحة وياهل تورا رح ترجع تكفي بعد الحرب أو لا رح توقف عملها بداية الغرفة الطوارئ الصحية هي وزارة الصحة كده عم تحضرة قبل الحرب بكل الدول المتقدمة بوزارات الصحة لازم يكون في غرفة للطوارئ متخفتها بالشؤون الصحية إن كان من ناحية للأوبئة تحضرا للأوبئة تحضرا لأي حدث صحي أو بيقى قوليرا مثل ما شفنا بالكورونا أو غيرها من لازم حلقة ويرس طبيعية أو حروب مثل ما شفنا لكن الحرب سرعت بافتتاح هذه الغرفة وهذه الغرفة افتتحناها من اليوم الأول للحرب يعني مش بـ 17-9 افتتحناها بآخر 2023 وأتصارت الأحداث بغزة وبدأت الأحداث بلبنان وبدأنا تحضيراتنا من هونيك لا وصلنا لتطور الأحداث وهذه التحضيرات اللي أمنا فيها كل هذه الفترة الماضية هي اللي قدت أن نكون جاهزين بـ 17-9 وقد بلشت قصة البيجرات بموضوع الغرفة أكيد الغرفة مستمرة ولحد الله تمارس عملها للأسف لبنان بلد ولاد للأزمات إن شاء الله ما بقى يصير شيء اللبناني بتصور تعب وكلنا تعبنا لكن نحن كغرفة الطوارئ الصحية راح تظل تمارس دورة طبعا خسب أي أزمة لسه محلة بتجي أو احتمال أزمة يعني هذه الغرفة مش بس واجبها تعالج الأزمة بالعكس واجبها تتجنب أي وباء أي أزمة صحية ممكنة يتعرض للبلد وبالتالي راح تكمل بعملها بشكل طبيعي إذا أراد إذا أراد يعني إن شاء الله أكيد ما بنرجع من الواجه ولا أي مشكلة بالبلد ولكن هي عطول مستعدة في حال حدوث أي طارق بيقدروا يعني المواطنيين كيف بيقدروا في رقم ساخن نحن في أرقام لهذه الغرفة أكيد هلأ هي الغرفة مننا مننا مخصصة للتواصل مع المواطن بشكل مباشر هي او المعنيين بالشأن الصحي إن كاننا أباد مستشفيات جهات إسعافية نحن طبعا التواصل مع المواطنين بتمع بالخطوط الساخنين للوزارة نعم حيشان في برنامج تغطية للحرب بدي تفسرنا أكتر عنه وتخبر المشاهدين أكتر عنه لأن أكيد رح يستفيدوا من يلي هلأ رح تكون عم بتحكيه نعم هون بتمنى المواطنين سعوني سؤالي كتير مهم عن إيطة وبمحله نحن بالفترة الأخيرة من الحرب معالي وزير الصحة أطلق برنامج لتغطية الطوارئ طبعا فيما اختص الناس حين والغير ناس حين وهون بدي أشرح شغلة للمواطنين نحن أي نظام صحي بالعالم بيرتكز على ثلاثي لفلز ما يعرف بالبرايمري كار أو الرعاية صفية الأولية سيجندري كار اللي هو لما شخص يحتاج في قصات خارجية أو دخول للطوارئ أو ترشركة لما يروح للمستشفى طبعا عفوا عن بحكي مصطلحات تقالية لكن اللبناني كان بطبع معود أي شيء دغري بيروح للمستشفى وطبعا هذا شيء خطأ ليه خطأ؟ لأنه نحن اليوم الوقاية هي أهم من العلاج والوقاية بتبلش بالبرايمري كار إن كان من الترشيط التسكيفي للصحية أو إن كان من أخذ الأدوية بشكل مداوم إلى آخر هلأ وزارة الصحة بالبرايمري كار أو بالرعاية الصحية الأولية كانت عم تعمل على تعزيز الرعاية الصحية الأولية عبر البرنامج الرعاية اللي صار عم بدوم أكتر من 300 مركز صحي وعبر الأدوية المجانية كانت عم توزعها كان فيه قبل من الحرب حوالي 100 ألف مستفيد وهذا البرنامج مكمل على مستوى الرعاية الصحية الأولية وعلى مستوى تقديم الأدوية المزمنة المجانية عبر برنامج وزارة الصحة البرنامج اللي هلأ هو بلش جديد يعني هو تغطية الطوارئ نحن نعرف جهة الضامنة ما بتغطي الطوارئ هذه أول مرة بتتاخد جهة ضامنة بالدولة اللبنانية بتاخد خطوة إنه تغطي الطوارئ يعني لما شخص يفوت على الطوارئ عادتها ولا جهة ضامنة ولا أي مؤسس ضامنة بالغطي الطوارئ اليوم وزارة الصحة العامة أخذت قرار أنه هي تغطي الطوارئ وهذا البرنامج مكمل لأنه مش بس بيعنى بالناس حين هو بلش بالناس حين لكن نحن كنا من خلاله عم نعمل ما يعرف بايلوت أو تجربة جديدة لشي جديد في لبنان وإن شاء الله مكملين فيها المشروع إن شاء الله إذا نجح أكيد رح يفيد كتير ناس صوصا من الطبعات الفقيرة يلي ما قادر ستتحمل حتى كلفة الطوارئ وطبعا نحن بالنسبة لتغطية المستشفيات أنت مثل ما بتعرف أنه نحن بآخر سنة تقريبا رجعنا رفعنا تعريفاتنا بشكل كتير كبير لتصير مشابهة لما قبل الأزمة حتى ببعض التعريفات أكتر من ما قبل الأزمة وبالتالي إن شاء الله إذا نجح مشروع وزارة الصحة اللي أطلقه مع الوزير الدكتور عبيض إن شاء الله نكون عم نقدر فعلية مش كلامية من هلالين لأنه صننا بلبنان عشرات السنوات بنسمع بالبطاقة الصحية من دون أي فعل جدي إذا نجح هذا المشروع إنه نحن نكون عم نغطي الرعاية الصفحية الأولية كبرايميري كار وسيكان ذري كار وتيرشري كار بيكون فعلا اطبقت ما يعرف بالبطاقة الصفحية للمواطن أكيد أكيد نبقى نحكي كمان عن هذا الموضوع بشكل مفصل هشام لأن أكيد ما بيهم بس الناس حين وأنما كل الشعب اللبناني يلي هلأ أكيد عم يسمعنا منعرف أنه في كتير عدد من النازحين رجعوا على بيوتهم ولكن للأسف في عدد كمان كتير منهم راح وملأ بيوتهم للأسف كان يعني خسر بيوتهم رجعوا على مراكز الإيواء شو عم تعملوا بهذا الإطار شو الخطة يلي هلأ بتتبعينا شو وضع المستشفيات كمانا بالمناطق الأكتر استهدافا وأي مناطق أكتر شي القطاع الطبي والمستشفيات هلأ مش قادر أبدا يعاود عمله نحن إن شاء الله الخبر الصار اللي بدأوله أنه أغلى المستشفيات لأقفلت قصرية إن شاء الله من خلال أسبوع إلى عشرة أيام بتكون رجعت الفتحات هذه واحد اثنين بالنسبة للناس حين طبعا فين كتير ناتحين رجعوا ظهروا من المدارس عند أقاربهم عند رفقاتهم وفي ناس كمان نزحت لمراكز نزوح تاني لأنه الدولة هلأ حسب مواد حصورة إنه عم بتزغر مراكز الإيواء يعني عشان ما تضل المدرس فيها عائلتين أو ثلاثة عم ترجع توزون عم مراكز الإيواء محددة وبالتالي مراكز الإيواء رح يقل بالنسبة لمراكز الإيواء رح تبقى موجودة وزارة الصحة رح تبقى عم بتمارس عمالها متل ما كانت قبل بشكل دوري عبر العائلات النقالة عبر المراكز الرعاية أما الناس اللي رجعوا نزحوا لبيوتهم أو بيوت أقاربهم أنا أطمنهم فيهم ينهوا يفصلوا على الدواء بشكل دايم من أقرب مركز رعاية السفحية أولية متل ما كانوا عم بيستفيدوا منهم حد أماكن نزوح السابقة بأماكن نزوح الجديدة نازخوا إلا فيهم يستمروا عم بيقدوا الدواء من وزارة الصحة بشكل مجاني وبرجع عيد لأي استفسار إذا حابين يعرفوا أي مركز رعاية قريب لألهم فيهم يتواصلوا الخطوط الساخنة يلي بعدها موضوعة بخدمتهم ذكرنا بس بالرقم الساخن طبعا 17-87-12-14 سؤال أخير شو العمر يلي استخلصتوها من الحرب وشو الضغارات يلي اكتشفتوها من بعد هيد الأزمة يلي كنا عم نواجهها أنا كمان سؤال يوم أسئلتك كلها جسمة وجوهرية يعني بدا بدا وقت كتير كلها حجر اللي بختصر طبعا نحن اليوم بمرحلة تقييم المرحلة السابقة طبعا هذه المرحلة كان فيها ناجحات كان فيها صغرات طبعا التقييم الشامل بده كتير وقت وصراحة معالي الوزير طلب من كل دوائر الوزارة وطلب مننا نرجع نقيم المرحلة السابقة وراح نعمل جرسات مغلقة بالوزارة لنقيم شو صار وين نجحنا وين فشلنا لكن أنا العبرة الأسيثية عبرتين أسيثيتين بدأوا يقولونه اليوم للشعب اللبناني نحن اليوم لما بلشنا نحضر للحرب من خلال غرفة الطوارئ الصفحية من قبل بسنة للأسف بعض وسائل الإعلان بين هلالين وبعض الصحف طلعت تتحكم على شو عم نعمل أو شو عم بحضره الدولة وين وانتو وين للأسف أثبت والحمد لله أثبت أنه نحنا ما كنا متمنى يتصير الحرب لكن أثبت أنه نحنا إذا عن جد نبني دولة ما ننخطط بشكل سليم بشكل استراتيجي مش بس بالصحة بكل الملفات إذا عن جد نحنا ما ننبني دولة سليمة ما ننخطط برؤية واضحة بأهداف واضحة وبدأ صبر لأمور أي شيء إذا أي هدف بكتخططي له وبدأك تصبره هذا أول عبرة أسيل عبرة الثانية هي القطاع الحكومي اليوم وزارة الصحة العامية اللي هي وزارة للدولة اللبنانية أثبت نحنا منعرف أزم المالية ونعرف هواتي بالقطاع العام أثبتت أنه لما يتم الإيمان بالدولة وينوضع الموارد الصحيحة بالمكان الصحيح مع التخطيط اللازم قادرين نعمل كتير إشياء ومش بس وزارة الصحة حتى اليوم نحنا منعرف أنه الجزء الكبير جزء لا بقس بها من الجرحة بالخطوط الأممية كان عم يتوجه لمستشفى تبني الحكومة ومستشفى دولة الرئيس بر الحكومة النباطية الحكومة أثبتت أنه قد الرهان نفس الشيء ببعض أقول هرمي تحديدا يلي كانوا أكيد بمناطق هي كانت معرضة كتير للأصل هشام يعني حديثنا أكيد من كفين نحن وياك نهار الثانيين إذا الله أراد يعطيكم ألف عافية على كل الجهود يلي عم تقوموا فيها بوزارة الصحة مشكورين شكرا لك شكرا لك وهلأ مشاهدينا إلى الأعلام العالمية يلي ما عم بيوقف يحكي عن الهدنة بلبنان حتى بيت الحديث اليوم عن قداش قادر هيد الهدنة تصمد بظل كل هالتحديات وعن هالموضوع بتحدثنا الزميلة ماريليين سلايبي مساء الخير ماريليين مساء الخير أنيتا اليوم العنوين أكيد دسمة وكلها بتصب بنفس الهدنة بنفس الاتجاه بالفعل الشغل الشغل للإعلام العالمي هو الهدنة بلبنان ولكن ماذا بعد هيد الهدنة وهل بدأ هيدا الاتفاق بالتهوية رح منشوف هذا الشيء سوا نبدأ جولتنا بمقالب يعكس الخروقات اللي عم تحصل للهدنة منذ بدأ سريان وقف إطلاق النار مننا التعد بارح بصيدة قال مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس أن الولايات المتحدة بتعتقد أن النشاط اللي تم تحديده كان محاولة من جانب حزب الله لنقل الصواريخ إلى أماكن أخرى من كف جولتنا ننتقل لصحيفة نيويورك تايمز اللي عنونت بدورة وعنونت أحد مقالتها مع عودة ترامب وإضعاف حزب الله إيران بتتبنى لهجة تصالحية بيحكي المقال أنه بمنتصف نوفمبر غيرت إيران استراتيجيتها من المواجهة إلى الدبلوماسية أرسلت مسؤول رفية على بيروت لحظ حزب الله على قبول وقف إطلاق النار مع إسرائيل بينما التقى سفير إيران لدى الأمم المتحدة بإيلون ماسك للتواصل مع الدائرة المقربة من دونالد ترامب إجت هذه التحركات الدبلوماسية نتيجة لإعادة انتخاب ترامب وخسائر حزب الله العسكرية بلبنان والأزمات الاقتصادية الداخلية بإيران أو كفة إيران خططة للرد على إسرائيل بعد فوز ترامب لتجنب التصعيد مع الإدارة المقبلة رغم الانتقادات الداخلية أعرب المسؤولون الإيرانيون عن استعدادهم للتفاوض مع إدارة ترامب مما يمثل تحول عن موقف إيران استابق وفق حزب الله على سحب قواته من الحدود مع إسرائيل بوساطة إيرانية على الصعيد الداخل الإيراني بتواجه إيران أزمات متعددة اقتصادية وأزمات طاقة مما بيدفع للدعوة للتواصل مع الغرب بيعتزم المسؤولون الإيرانيون إجراء محادثات إضافية مع الدول الأوروبية وهالشي حصل اليوم بجناف لمعالجات الأضايا النووية بشير محللون إلا أنه هذا التحول بيعكس نهج براجماتيكي بيهدف للتقليل من التوترات مع حماية مصالح إيران أيضا بصحيفة نيويورك تايمز اللي سألت بيعنوان لإلى هل غير عام من الحرب حزب الله بيقول المقال أن الحروب تحدث لشك تغيرات جذرية مع الأطراف المشاركة وحزب الله مثال على هذا الموضوع بعد صموده بحرب الـ 2006 بحيث أصبح قوة عسكرية وسياسية عابرة للحدود وذلك بدعم إيران ومع الدخول وقف إطلاقنا حيز التنفيذ يشهد حزب الله تحول نحو التركيز المحلي مع تراجع لقدرته على النشاط عبر الحدود نتيجة للضغوط الإسرائيلية المتصاعدة رغم أنه إسرائيل أضعفت حماس لا شك وأضعفت حزب الله وإيران إلا أنه كاتب هذا المقال بحذر من أنه إيران ورغم ضعفة لا تزال خطيرة وقد تسعى لإمتلاك قنبلة نووية كوسيلة للردع إسرائيل اليوم بوضع استراتيجي أوي وبتترقى بإدارة ترامب الجديدة لتعزيز الضغط على إيران بينما قد تلجأ إيران لتعزيز وكلاء الإقليميين مثل الحوسيين والفصائل الشعية ورغم هذا الشيء بيصعب على إيران التخلي عن حزب الله نظرا لعلاقته العميئة فيها ولأنه جزء من النسيج الاجتماعي لتنظيمي القاعدة وداعش وبيرى الكاتب أنه تفاعل الإسرائيل بالتحولات بميزان القوى قصير النظر إذ تبقى المنطقة بحالة من التحول المستمر وبيشير مقال نيويورك تايمز إلى أنه المرائبين بيبقوا مترددين طوال هيدا العام وبيقولوا أنه شرق الأوسط وصل للحظة فارقة حتى أنه إسرائيل وحلفاء بدوا متفائلين بأنه التحولات الأخيرة بتصب بميزان القوى لكن الكاتب ما بيتفق مع كل هيدا الأمور وبيستند إلى ذلك إلى اعتباره أنه هذول المتابعين وأولئك المراقبين بيتسمع بقصر للنظر مروح سوا لمقال لـ The Guardian البريطانية اللي قالت بعنوان لا تكن ساذجا بشأن وقف إطلاق النار بلبنان فقد يعني ذلك مزيد من الرعب والموت بغزة بينتقد الكاتب بالمقال عن احتفاء جو بايدن بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله مشيرا إلى أن السلام ممكن لكن تفاؤله يبدو منفصل عن معاناة غزة المستمرة الهدني بلبنان بقول عنه الكاتب أنه هالشيء ونتنياهو يصور العملية على أنه نجاح رغم هذا الموضوع بيستمر رفضه للساعي نحو السلام بغزة مدفوعا بالمكاسب السياسية وتحالفه مع دونالد ترامب اللي قد يعقد الأمور بمجرد تولي المنصب بدل جو بايدن يبدو دفاع بايدن عن حقوق الفلسطينيين غير صادق بحسب الكاتب إذ لم يمارس ضغوط فعالة على إسرائيل الهدنة تبقى موقتة بحسب دي غارجين ويمكن لإسرائيل استقناف الأعمال العدائية إذا لم تنفذ الشروط تبقى الجهود أيضا بحسب المآل لتحقيق السلام بالشرق الأوسط قاتلة خاصة مع تشدد المواقف على الجانبين إيران ورغم ضعفة قد تسعى لإعادة تسليح حزب الله ومتابع التموحات النووية مما يزيد من عدم الاستقرار بالمنطقة ومع اقتراب نهاية ولاية بايدن واستعداد ترامب للعود إلى البيت الأبيض من غير المرجح يتم التعاول بعقلانية مع التحديات المتزايدة ما ينظر بمزيد من عدم الاستقرار بالمنطقة حيث تظل الهدن المؤقتة مجرد غطى لحقيقة حرب طويلة الأمد من دون نهاية بالأفق وذلك بحسب The Guardian نختم بمجلة نيوز ويك اللي سألت هل يصمد وقف اطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل لحتى تكون عم بتجاوب المجلة نقلت عن خبراء اعتقاد انه وقف اطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله رح يصمد رغم هشاشته مثلا احد المؤرخين اسمهم بيّن قدامنا على الشاشة ببيروت بيشوف انه حزب الله بحاجة للراحة بعد هيدا الهجوم الاسرائيلي الواسع بينما نتنياهو قد يضطر للمناورة سياسيا للحفاظ على وقف لاطلاق النار خاصة اذا كان مرتبط برغبات الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب مثلا ايضا وبحسب المقال احد اساتذة العلاقات الدولية اللي عم نشوف المقطع اللي بيحكي عن رأيه بهيدا الاتار بيشوف انه الاتفاق سيستمر لانه حزب الله تكبد اضرار كبيرة والجيش الاسرائيلي منهك ونتنياهو يسعى لاظهار نجاح باعادة اللاجئين من شمال اسرائيل مثلا ايضا احد الباحثين بجامعة كاليفورنيا بيأكد انه حزب الله كان متردد بخوض الحرب دعما لحماس بسبب الازمة الاقتصادية في لبنان في حين حققت اسرائيل هدفه بابعاد حزب الله عن الحدود وعودت ستين الف اسرائيل الى منازل ما يسمح للجيش الاسرائيلي بالتركيز على جبهة غزة اللي تعد الاولوية الحقيقية بهون انا بكون ختمت جولت على الاعلام العالمي انيتا جولة اضافية وصحف ومقالات اضافية ملتقنة يوم التنين شكرا لك ماريليين خصوصا بعد اكد الهجامات او مش الهجامات الخرؤات اللي عم تصير على الحدود ان شاء الله هيك هالهدنة ما تكون حبرة على ورق وانما ترجع هيك تكتمل فرحة المواطنين كلها اللي غادروا بيوتهم قصرا وما ترجع تتجدد ابدا الامانة ولا هالموضوع يدعوط احرنط وهي صحيفة اسرائيلية ما صح حلا نحطها لانه من شوي قالت انه قد تكون نسبة نجاح هذه الهدنة بنسبة 50% على امل نكون بال50% المقبلة والتنين بتحملنا اخبار هيك كلها ايجابية شكرا لقالك اليوم وبعد وقف اطلاق النار ومن بعد هالفترة الكتير صعبة اللي قطعنا فيها كلنا بحاجة نوقف ونفكر كيف ممكن نهتم بصحتنا النفسية وكيف نواجه اثار التوتر الخوف والقلق يلي تراكمت خلال هالفترة الماضية وهل فعلا فينا نرجع نعيش حياة طبيعية بعد كل هالصدمات الأجوبة عن كل هالأسئلة مع ضيفتنا المعالجة النفسية فلار انديا الراعي ترامب أهلا وسهلا فيك أول شي شو هالإسم الحلو بداية فلار فلار انديا ولا بتحب فلار فلار قبل ما نغوص أكتر بالتفاصيل ونحكي عن الأطفال والنساء والشباب بدي تخبريني بالمجمل كيف بتأثر الحروب على الصحة النفسية وكيف تحدث أكيد صدمت أكيد الحرب هي صدمة كتير كبيرة لأنه نحنا ما منتحكم فيها يعني اليوم نحنا منتعرض أوقات لمشاكل أو لصدمات بس نحنا عادة منكون متحكمين فيها بتكون خاصة فينا لما بتكون هذه الحروب أكبر منا يعني نحنا ما عنا قدر إدرا أن نحنا نسيطر على أي شي فبالتالي بتأثر علينا من كتير نواحة أول شي على أكيد أثبت الدراسات أنه بتأثر على الدماغ طبعا الإنسان بتأثر إذا كنا نحنا كان في شخص معرض من خلال أمراض ويراتية بتأثر أنه بتبين هذه الأمراض مثل سكيزوفرانيا مثل بارانويا اللي هي اضطراب الشكوك بتأثر كتير وأكيد بتأثر على الفرد يعني ما بيعاني من أي أمراض بتأثر عليه من ناحية القلق من ناحية الصدمة من ناحية التوتر الشديد بيصير يعمل نوبات هلع يمكن بتأثر على الثقة عند الأطفال خصوصا كما سألت كتير بيقدر يأثر على الثقة عند الأطفال بيأثر على الثقة بالمستقبل على الإحساس بالحماية إذا هو رح يكون محمى عند المراهقين بتأثر كتير على نظرتهم للمستقبل بيصير عندهم قلق المستقبل كتير عليه وخصوصا أنه هذه الحرب اجت بعد تراكم من المشاكل اللي مرأت فيها اللبنانيين خصوصا يلي هي من يمكن بيروس كورونا على الأزمة الاقتصادية اللي خوف الفجار المرفأ كله إجا تراكمات فصار عنا تراكمات سلبية بنية شخصيتنا على خوف على خوف كتير كبير يعني هلأ منقول أنه نحن صحيح وصلنا لإتفاق أو للإعلان عن وقف إطلاق النار ولكن مثل ما بعدنا هلأ سمعين بهالجولة الإخبارية أنه يعني معقول يمشي هالإتفاق أو يكون سر المفعول بنسبة 50% كمان هذا الشي بشكل هون كيف بيقدروا يتعاملوا مع هذه الحالة صحيح أول شي بدي أقول لك أنه الأشخاص يلي هن بيطابعهم عندهم شخصية شوي حساسة وهشة على هذه الأمور رح يحضر 50% سلبة يعني الضغري رح يفكروا رح يكونوا قاعدين وناطرين أي متى رح ترجع على المشكلة أي متى رح ترجع على الحرب ما رح يفكروا أنه فيه احتمال إيجابة ورح يصيروا أي كلمة عم بيسمعوها يخدوها ويكتسوها وتكبر إذا بدي كرة التلج بطريقة كتير سلبية كيف بيأثر هيدا الشي بيأثر لنظرتنا ولمخططاتنا للمستقبل يعني اليوم نشوف كتير أشخاص بيحدوا مخططاتهم للمستقبل بيصيروا ناطرين مننطر تنشوف تعرفين احنا بلبنان كتير بيقولوا مننطر الفرج في كتير أشخاص بيصيروا يعدين ناطرين هيدا الشي ما بيقدروا وأبدا يقوموا بأعمال فبيصير طبعا أكتر إذا بديك أشخاص باسف أشخاص بيروحسوا بالكئابة وما بيعودوا فعالين بالمجتمع ومتجين أكيد وإذا هون يكونوا مش بروداكتف أو مش عم يعملوا شي أو غيروا روتين طبعا طلقائيا رح يحسوا بأحباط رح يحسوا بديبراشن رح يحسوا انه هن مش قدرين يعملوا شي وإنما خاضعين للواقع اللي عم نقطع فيه ومنرجع لفكرة أنه هن ما فيهم يسيطروا فلما بنخسر إحساسنا بأنه نحن عم سيطرين على حياتنا وعلى الأحداث اللي بتصير حوالينا في كتير أشخاص هون بتتوتر كتير بتفوت بكئابة أو بتوتر عالي نوبيت هلع مثل ما قلنا قبل شوي ببطلوا قادرين أبدا يقوموا بأي تصرف لأنه بتصير دايما الخطط فيها دايما وإذا صار هيك إذا طلعت أنا وصار هيك شو بعمل دايما بيجربوا يصبقوا الأمور بس من ناح يحموا حالهم صحيح صحيح بيجربوا أنه كانوا هن عم يحموا حالهم فبيقعدوا وبينطروا كيف يعني إذا بدنا نقول غريزة الإنسان بتروح الغريزة وقتا منحكي فيها من شبهها نحن بالحيوان بتروح على الإيبرناسيون منقعد ومنصير نحن هيك ناطرين من نام ثبات فترة كتير طويلة نحن ناطرين شو بدنا نعمل بس بهذا الوقت الزمن عم بيمر وعم نخسر إن كان أشغالنا إن كان حياتنا العائلية عم نخسر كتير أكيد هذا الشيء عم بيأثر على نفسيتنا هلأ في يقول أنه القلق والهلع هن من أثار أو علامات الصدم النفسية اللي تظهر بعد الحرب أو في أثار تانية لا في كتير أثار تانية لوبيت الهلع والقلق هي واحدة من الأثار لأ لما منحكي عنه منحكي عن التوتر ومنحكي كمان عن فقدين لإدرة النوم منحكي كتير عن تعرق عن نبضات قلب سريعة منحكي عن الرجفين بيصير عند الإنسان منحكي عن أفكار سلبية كتير عالية منحكي عن عدم ثقب الآخر عدم ثقب أي حديث بيصير حوالينا في كتير أمور بتود هي إذا بديك هيدا كأنها سامتام كأنها هي دليل دليل إذا جمعناهن فيها توجه الشخص أو الآخر على مرض أو مرض تاني يعني كمان منفوت بالأمراض النفسية ساعدة بتبطل الدبراشن اللي عم تحكي عنها أو الكآبة بالكلمة اللي نحنا منستعملها بالمطلق بتصير مرض فعلي أوكي يعني هون منصير بدنا نميز بين التأقلم الطبيعي مع الأزمات أو العوارد يلي طبيعي يلي كلنا نحنا منحس فيها وبين الحاجة للجوء إلى متخصص أو معالج نفسه صحيح نحنا دائما منقول بعد فترة من الصدمة بعد مرور تقريبا ثلاث شهور إذا بقيوا الأثار الجانبية هون نحنا عم نحكي أنه بلاشنا نفوت بالمرض بلاشنا نفوت أكتر باضطراب مع بعض الصدمة وأكيد الشخص لحاله كتير صعب عليه أنه هو يكون عم بيساعد نفسه كتير حلو أنه نحنا منجرب نساعد نفسنا وكتير منفكر أنه عنا القوة بس مش كلنا بنيتنا وشخصيتنا نبنت على هذا الأساس فكتير مهم أن رائب كل هالبلائل وهالأشائر اللي بيحسها لإنسان كما يقدر يساعد حاله طيب تخطيها أو يشوف أنه أنا صرت بوقت قطع وقت بعده عم بيجي فلاش باكس عم بيجي ذكريات عم بنقزم الصوت العالي ما عم بقدر نام الإشي عم تكبر بدل ما تكون عم تصغر معي عم بسمع صوت عم سكر دينية فعم تكبر الإشي كتير معي كتير مهم انتبه أنه ما بدي يقول فترة وبتمرق لا ما بتمرق مش كل شي بيمرق بس لأن نحن قررنا أو عملنا دينايل عليه أوقات نحن بحاجة لمساعدة من اختصاصه يقدر يساعدنا نتخطى هالصدمة الكبيرة بالنسبة للأشخاص اللي ما عندهم ساقة بالأشخاص اللي حواليون كيف معقول يوصقوا بشخص أول مرة بيشوفوه ولا مرة حكين معه ويجو يشاركوه بمشاكلهم كما يقدر يساعدهم يتخطوا هيدا المشاكل هلأ هيدا المشكلة هي موجودة بلبنان بالمطلق لأنه نظرتنا للمعالج النفسي أو الاختصاص النفسي شوي نظرة بعد شوي ما بدي يقولي كتير لأنه عم تتحسن شوي تابو شوي بعد تابو شوي بعد إذا بدك هيك باللواعي تابعنا مرفوضة لأنه نحن كتير عنا هالتفكير الشرق أنه نحن عنا لإدرة أنه نعالج حالنا ونتخطى وخصوصي مع أولادنا نحن منفكر أنه هن لحالهم بيقدروا يتخطوا ما لازم أبدا حدا يساعدهم لا هذا الموضوع منه تابو أبدا كرمال يكسب الإنسان الثقة بالمعالج يلي مع أول شي أكيد بده هو يكون واسق أنه رايع عن معالج نفسه منتمل للنقابة هو حالف يمين هو مصرح عن شهاداته يعني هو شخص موسوق لأنه مثله مثل الحكيم اللي أنت بتروح إلى عنده وبيشخص لك مرض وبتوسق أنه المرض أو التشخيص مظبوط بعدين أكيد بأول جلسة بيصير فيه نوع من اتفاق بين المعالج النفسي والشخص الطالب الخدمي اللي جاي لعنده وهيدا نوع الاتفاق كانه نحنا منقله كونترا شفاهي من اتفاق على واجبات عند المعالج النفسي وعند الطالب الخدمي وبنفس الوقت على أمور لازم نحن ننفسها تتعرفها على سرية الكادر على سرية هذا المكان مظبوط نحن نتعرف على بعض وأهم الشيء أنه المعالج النفسي بيعطي مجال من بعد أول جلسة للشخص تيروح يفكر إذا هو يرتاح مع هذا المعالج النفسي إذا لقى حاله أنه هو بده يستمر مع هذا الشخص أو حس بأي شيء تعرف اليوم الطاقة كتير مهمة حس بطاقة سلبية حس بأنه هذا الحد ذكره بشخص ما أنه قادر هلأ يواجه هذا الشخص فكتير مهم أنه السئة تنبنى من أول جلسة وأكيد مع الوقت الشخص بيكتسبه بيصير صديقه يعني بيصير بيوصل للمحال يمكن أنه شو ما يحس أو من شو ما ينزعج بيلجأ للمعالج النفسي لا يخبره لا ينصحه كمان كيف بده يتصرف كيف بده يتعامل مع هذا الموضوع أو كرمال يقدر يشوف الموضوع بنظرة تانية نحنا بس نشوف الموضوع يمكن من كذا نظرة أو من كذا هيك وجهة أنه يمكن هو بيحس حاله صديق المعالج النفسي هنا قوة المعالج النفسي أنه يضل تارك إذا بدك هالكادر المهن اللي كتير مهم لأنه كمان بعدين رح يوصل لعلاج لنهاية ما بده يكون خزله أو تعلق أو خزله وبده ينتبه أنه لما لآخر أو طالب الخدم يتعلق فيه كمان بده ينتبه أنه يوقف هذا التعلق لأنه هون بيكون بيصير في استغلال من المعالج النفسي هنا بنرجع على مفهوم الثقية اللي كنا عم نحكي عنه أنه المعالج النفسي علاءه أنه كتير ينتبه على هالتفاصيل ما يكون في استغلال أبدا ويساعده يتخطى لأنه الهدف نحن اليوم نساعد الشخص بعدين بالحياة يقدر لوحده يتخطى مشاكله اليوم في صدمات كبيرة بيرجعله فيها في مشاكل كبيرة بيرجعله فيها بس كتير مهم أنه يتعلم وجهة النظر اللي حكيت عنها المتعددة مهم نعرف اليوم صديقه أو رفيقه أو أمه أو حياة لحده بالمجتمع بينصحه هو ما بيمشي بهذه النصيحة المعالج النفسي بيخليه يفهم يحلل بيساعده يطلع التحليل من عنده يفهم شو عم بيصير معه وهو يلاقي الحلول المناسبة بس يعرف أهم شي أنه المشكلة اللي نحنا منواجهه قدامنا مش طي اذا بديك هيك نقاف ونخبط حالنا فيه كل المشكل اللي نحنا منواجهه بدنا نعتبره مثل داتور بدنا نعتبره أنه هو بيغيرنا طريقنا بيخلينا نطلع وين فيه بيغيرنا وجهة نظرنا بيغيرنا يمكن صحيح شو الطريق المختلف اللي فينا نخدر عنها الطريق اللي نحنا كنا عم نجرب نسيك بيساعدنا نتعلم بهذا الشكل بدي اليوم تفسري لنا فلار أنواع لعلاجات النفسية الأكتر فعالية من بعد صدمة الحرب كيف نقدر نتعامل كيف نقدر نكون نحنا عم نعالج حالنا في عنا طريقة اللي هي العلاج النفسي EMDR من قلويا اللي هو بحركة العيون والرؤية اللي هي نحنا بنعرف كمان أنه شخص اللي بيكون تعرض لصدمة بيصير عنده بكل يعني بنظرته للآخر بتطليعته فيه خوف فيه رعب هذه طريقة يعني أكيد فيه اختصاصيين بيشتغلوا فيها في عنا العلاج المعرف السلوكي كمان كتير مهم بوضع الصدمات وكلها التروما اللي عم نمرق فيهم لأنه هو فعال أنه بيشتغل بغرة بطريقة مباشرة على المشكل ما بحل حل يعني إذا بديك المشاكل حوالي الصدمة وأكيد دائما نحنا بنرجع لإذا بديك العلاج النفسي الأم يعني نحنا بنقله يعني هو التحليل النفسي التحليل النفسي أو الأناليتيك إذا بديك أكيد بيرجع بيساعد الإنسان يقوي شخصيته لأنه صح نحنا اليوم فيه أشخاص بيقطعوا بصدمة من لقيهم تخطوها بطريقة أحسن من أشخاص تانين إن كان صدمة برأيك فيه عدة أسباب واحدة منهم أكيد البنية الشخصية هون نحكي عن البراسة فيه المحيط طبعا الشخص تربية العائلية والمحيط طبعا كيف نبنى كيف نعطى ثقة بحاله أداش تضوى على قدراته قدر نحنا ضويني له على قدراته قدر نحنا كنا عم نزقف له لما كان لازم نزقف له قدر لما ما كان لازم كنا عم نساعده قدر ما عملنا له مثل مقارنة مع الآخرين هون نحكي عن الأطفال لأنه هلأ عم نربيهم يعني فكتير مهم كمان نكون عم نقوي من خلال المحيط إذا عنده هو سيستام دعم حواليه ديما نحكي أنه نحنا بحاجة لنقدر نقوى على سيستام دعم حوالينا نبتكل عليه يعني المحيط والعيلة بيلعبوا دور كتير أساسي بتكوين الشخصية هذا هو الأساس والشخصية هي بتتعلم أو بتقوى أنها تكون شخصية مقاومة شخصية ريزيلينت إلا نحنا بنحكي عن حالنا كشعب لبناني أنه هيك ريزيلينت مقاوم هون بنشوف كيف يعني مقاوم في فرق بين أنه أنا أكون عاملة دينايل للموضوع أنا متجاهلة تطلع من هيدا المشكل أحسن من قبل هون كيف مننمي النفسية المقاومة عند الأشخاص وشو النصائح اللي بتعطيها بهيدا الإطار النفسية المقاومة هي عندها عدة ركائز لنقدر ننميها واحدة منهم أنه نحنا دايما نرجع لورا لما بيصير المشكل مش نغطي عنه ونلوح ونتركه ورانه لا كتير مهم نرجع لورا نشوف نحنا كيف عشنا هيدا المشكل وشو أسبابه وبالحرب تحديدا يعني اليوم أنا كل واحد عيش المشكل بطريقة مش لازم نهرب منه اليوم في كتير عالم راجعين على مدارس توفى فيها أشخاص على أولاد أطفال انفقدوا خسروا أعضاؤهم كتير مهم نحنا نحط حالنا قدام الأمر الواقع وكتير مهم أنه نواجه هيدا الروكوليا اللي بنعمله أنه نرجع لورا عنا الزكاء العاطفة كمان هيدا كتير نقطة مهمة أنه ينميها الإنسان الزكاء العاطفة بترتكز أنه أنا أقدر عبر عن مشاكلي أنا أعترف أنه نوجدوا مشاعري عبر عنهم اسمح لنفسي كمان نحنا شعب ممنوع يعبر عن مشاعرهم هلأ بالنسبة للأشخاص اللي هنه صامتين اللي ما بيحكوا بيرفضوا أنه يعبروا عن مشاعرهم هون كيف فينا نساعدهم أنه يصيروا يحكوا يصيروا يعبروا أكتر عن مشاعرهم لأنه أكيد بيرتاحوا وبيصير بيصير مشاكلهم أكيد يعني بيشوفوها من غير طريقة أكيد عند الكبار أصعب كتير من عند الصغار مصبور عند الصغار نحنا هلأ فينا نربي هيدا الجيل أنه يتعود أنه مسموح يعبر عن مشاكله وأنه في مين عم بيصغي لمشكلته شو ما كانت صغيرة أو كبيرة عند الأكبر كتير في صعوبة لأنه ربيوا بهذه الطريقة أو لأنه عم بيتعاملوا مع جيل مثلهم ربي سوهون بيكون دور الاختصاصيين إذا بديك أو حتى بالأشغال أنه يتنمى فرق دعم كرمال يقدروا يساعدوا الأشخاص من خلال الإصغاء لقلون من خلال طرق يمكن بديلة طرق يمكن هلأ عم نشوف كتير فنية إن كان بالرسم إن كان بالرأس التعبير فيه كتير طرق بتساعد الشخص أنه يعبر بالموسيقى ومن بعدها يقدر يحط الكلمات عن هيدا المشاعر أنا أول شي بدأ أعرف شو عم حس بجسمه بمشاعره شو عم فكر ويقدر عبر عنهم بالتالي لما بعبر عنهم أنا بقدر لما الشخص بيساعدني إنه سمع لي فهم أنا شو عم حس حس إذا بديك بالتعاطف معي ومن بعدها ساعدني إنه أنا أعرف دير مشاعره كتير مهم نحن الإدارة المشاعر هي آخر مرحلة هون يكون اكتسبنا ذكاء عاطفة وطورنا من الحكي من التعبير للحكي للحكي ومن التعبير الجسد خلال الرسمات لأنه حكينا من بعد الزكاء العاطفة في خطوة ثالثة في كتير خطوات من بعد الزكاء العاطفة نحنا اللي فينا نعمله ارجع أنا عيد النظر بقدراتي ارجع اتذكر شو هي نقاط القوة طبعي وأنا كيف بقدر من خلال نقاط القوة اللي اكتسبتها خلال كل سنين ابني حالي يعني يلي بالحرب تدمر له بيت يلي تدمر له مهنة يلي خسر عضو من أعضاؤه يلي خسر فرد من العائلة كان يتكل عليه بقدر يرجع يشوف هو كفرد كشخص وين هي قدراته وكيف بيقدر يفعلها ويشغلها ليقدر يرجع ينمي حاله فينا نرتكز على الإكسبرينس على نحنا شو عنا خبرات سابقة حسستنا بأنه نحنا منرجع هوني دايما نحنا كمان نستذكر أنه نحنا دايما منقوم من بعض المصيبة واللبناني كتير عنده هيدا الإدراء هذا شيء كتير مهم بيت لما نحنا بدنا نكون عم ننمي الشخصية المقاومة أنه نستذكر نرجع إذا بديك نحطهم فوق بعضهم كأنه كل خبراتنا الإيجابية مش السلبية أكيد كل خبراتنا الإيجابية نحطها تتذكرنا بقوتنا كمان وتذكرنا وتقلنا أنه فينا بعد نحط فوقهم خبرة إيجابية جديدة كمان في السئة بالنفس لما نكون عم نطور سئتنا بذاتنا وبنفسنا لما نعم ننمي عند الآخر كمان هي طريقة لنكون عم ننمي أشخاص وشعب مقاوم خلينا شوية نتطرق للأطفال يلي مش كلهم بيعرفوا يعبروا يعني بتختلف طريقة التعبير عند الأطفال مش كلهم سهل عليهم الحكي هون كيف فينا نساعد الطفل أو نقدر نعرف أنه عم بيعاني من صدمة أو من مشكلة أكيد نتيجة الأزمية اللي كنا عم نقطع فيه كتير مهم نحنا نرائب طفل هيدا الطفل يلي عم بيجل عنا كل يوم ببيتنا عم بيجل عنا على البيت بعد المدرسة عم بيروح عند القريبين عم بيلتقم على رفقاته أكيد رح يبين عليه كتير أشائر وكتير دلايل بتفرج إن هو عم بيتغير يمكن كان هو ولد كتير حرك ونشط وبلش يصير انطوائي أكتر يمكن صار يبكي كتير بسهولة وبسرعة على أبسط الأمور ما لازم نحن نستخف فيها يمكن هو ولد صار لما يسمع أي صوت يجي ويركد ويغمر أهله أو يحس أنه بده يكون معه يمكن كان ينام لحاله وصار يرفض ينام لحاله وصار بده دايما أهله يكون حده عند الضليل خوفه أكيد كتير بيفرجينا بالعمل هالانفصال الصحي وبيرجع على تعلق لأنه بحاجة يحس بالثقة يحس أنه أهله موجودين هن بس بيأمنوله هيدا الأمان وهيدا العاطف وهيدا الراحة فكتير مهم نحن نرائب كل هيدول الأشياء بالمدرسة بيبلش يمكن يتراجعوا علاماته في كتير أطفال صامتين بعد أكتر من هيك بيوصلوا للمحل بيبطلوا يحكوا أبدا ولا كلمة بيبطلوا يأكلوا تدريجيا أو فجأة بيصيروا هيك في هيك وفي هيك يعني شفنا أشخاص بيعملوا شيء من سميه نحن ميوتيزم سيلكتيف يلي هن بيسكتوا مع كل الأشخاص وبينقوا شخص واحد بيحكوا معه أو ما بيحكوا مع حدا أبدا كتير شفناها يعني هلأ نحن رح نبلش نشوف بعد الحرب بس شفناها قبل بعد الانفجار بعد انفجار المرفأ كتير من شوف أولاد بيبطلوا يأكلوا حتى صامتين أكتر بيأكلوا ضفيرهم بيهر شعرهم يعني كتير في أمور نحن لازم نرائبها عند الولد ما ناخدها هيك بطريقة أنه كله بيتخطيها وكلها بتقطع وماشي الحال لا نحن كتير مهم نرائب كل الأشياء ولما منجمع دليل أو اثنين أو ثلاثة ضروري نستشير حدا ما نعتبر أنه نحن واحدنا نقدر نساعده لأنه نحن كمانا حمين أعباء تقيلة كأهل ونحن كمانا إذا بدنا نطمنه ونحن مش حسين بالأمان ما هنقدر نطمنه هيشوف بعيوننا الخوف هيشوف بعيوننا رح يسمع كمانا حوالي قد ما نخفي عنه سوشال ميديا أو تيفي رح يضل يقدر يسمع بالنهاية الولد يعني بيفهم وبيحس بكل شي عم بيصير حوالي اليوم فلر فيش أرقام دقيقة لحالات أصيبت يمكن بصدمة نفسية من بعد هذه الحرب أو بعد ما في أرقام دقيقة لمعلوماتي بعد ما في أرقام دقيقة بس الأكيد رح يكون فيه لأنه هلأ في كتير أشخاص عم بيطلبوا كتير نعمل خليات أزمة كتير في أشخاص تطوعت من خلال إن كان جمعيات أو خليات أزمة لا تساعد أكيد في كتير أشخاص عم بيتصلوا عم بيطلبوا الخدمة عم بيطلبوا المساعدة وفي كتير أشخاص عم بيقدر يأمنوا بس اليوم يصير عندنا رقم دقيق بدنا نرجع لكل معالج نفسي قد يستقبل بعياته وشو الأنواع لأن الأنواع تختلف من البسيط للمرض النفسي للمرض النفسي يلي بينا عنده خلاص الأمراض النفسية اللي اليوم تخطينا العلاج النفسي ورح نروح على دواء معالج النفسية فلار انديار راعد ترامب أهلا وسهلا فيك إن شاء الله هنصايح يكونوا كافلين لكل حد هلأ عم يحضرنا يتشجع ويروح يستشير أكيد طبيب أو معالج نفسي لأن مش غلط أبدا نتشكر أجوديك معنا على الأقل فيك مشاهدينا منتوقف مع أول فاصل ومنتابع من بعده تخطيطنا المباشرة باليوم الثاني من بعد الأعلان عن وقف إطلاق النار شو وضع مراكز القيواء شو وضع النازحين قديش بيبلغ عدد الناس اللي قدروا يرجعوا على بيوتهم كل التفاصيل مع مستشار وزير البيئة ومنسق برجنة الطوارئ جواد سبيتي مصال خير جواد مصال نول مصال نول اليوم كمان كنا كنا بذنوب كنا اليوم بالقطاع اللي هو الأقرب للبدود الابنيني كنا بسور وصولا طلوع لحديث ضياء ضياء التبنين المشهد الناس عم ترجع على بيوتها بالرغم الدمان الشامل اللي ساببوا الأدمان الإسرائيلي على الذنوب وعلى هذه الضياء الإجرام حقيقي بشكل مش ربيعي المشهد ستوصل إلا إذا أحدها راح شايفها بس في الرغم كل هذه المقاسي هاي قلت لي أنه اليوم العجقة الزحمة بالرزوع إلى هذه المناطب كبيرة كثيرة الثالث يوم نحن عم شهد كمان زحمة الرزوع وبدلت نزوء سترزوع الناس عم تحاول تلمل تساي كم موجود عندها في البيت اللي عندها بيتها ما تقذب واللي بيتها تقذبت هلا عم تدبر حالهم مع أصحابهم مع أطفالباءهم بالكرة يعني ما يشكر نحن عم ترجع على مراكز الإيواء جواد أو مراكز الإيوائية اللي كانت موجودة فيها بطلت عم تستقبل ناس حين شو الوضع ما حدا ما عم تستقبل ناس حين لأنه ناس حين هاي نحن تبع مراكز الإيواء تبع بيروت تبع جبل لبنان تبع البقاء وتبع الشمال 80% أكبرسي تضيت يعني بتلاقي بعض 20% مهدودين اللي بعدهم ما دبروا بيت الألون أو بيتهم لأمل اللي رجوع إلو على الغريب العجل سوهو اللي بعدهم مهدودين بمراكز الإيواء أما المراكز الإيواء اللي موجودة بصور اللي كانت فاضية في ناس كمان طرت على بيعة وديت في ناس اللي محلة بس ما عم يجي بتير على مراكز الإيواء اللي هلا يعني ما عم يجي أنت ناس راجع عمريك أبدا يعني الناس عم يتدبر حالهم صحيح يعني بنعرف جوات كامنا في مدارس كانت عم تستقبل ناس حين ولكن هلأ العام الدراسي بدوا يستقنف يعني بطبيعة الحال شو راح يعملوا بهذه الحال اللي عم تأمنون بديل نحنا بترعين نحنا من هلأ التناعي بعتقد إذا ما في قدنا شك يعني حيكون في عنا نسري تير قليلة من الممكنين بعضهم بالمدارس فاصة مدارسة فاصة مدارسة رسمية نسرة قليلة بعدها موجودة عم يصير يعطي ترتيب المدارس أنه يكونوا بخير جسفوف يصيروا بذلك القاعات بس بعدها ما بدأ أكتر من جمعة زمان بيكون هلأ محلولة إن شاء الله إن شاء الله أكيد وصلت تيارات مساعدات قطرية شو بتتضمن هالمساعدات وأدام بعد تيارات راح توصل نحنا الجسم الجوي بعد مواقف من السعودية ومن قطر كمان موادين كمان من الإمارات موادين كمان من الكوائف واسبوع فيه سيكون فيه جوائط كمان مواد إيواء مواد صفحة مواد ترسيل معنا أننا كمان هلأ سمعنا خبر أنه كمان دولة قطر كمان أعلمت أنه يحكمون جزئي من إعادة أعمار اللي يتحدم جراء العاديوان الإسرائيلي فهذا كمان هو يعتقد بريح الناس أنه اليوم يطلق يكون فيه بوادة سريعة للأعمار بالنسبة بها المستوضعات كيف رح تتوزع هتكفي إليه العمل عبر المحافظين هنكون نتركيز على محافظ جبل لبنان لأن جبل لبنان تتضمن الضاحي الجنوبي هتتوزع في جزء سيكون ببيروت لأن مستوضعات بيروت بيروت ستتساهم إذا بعد حدر من ركز بيروت سيكون مستوضع ومستوضع كمان لين بالصيدة سيكون نفس الإليه توزيع عبر المحافظين هلأ ستكون العملية أسهل لأن الناس رجعت على ضياء التواصل سيكون أسرع والتواصل سيكون مور ترسفير يعني الضغرة سنصل عبر الملدية أو المحتار وهذا سهل بصول المساعدات المباشرة للناس حتى اخر المراحل توزيع المساعدات من المحافظ للشخص المعني رجعت هلأ بقول أسهل التواصل علي التواصل وهون الناس أكيد فيهم يتواصلوا معكم كرمال إذا عايزين مساعدات أو أي مساعدة أخرى التواصل أكيد عبر البلديات مت مستمر وعبر الاتحاد بلديات ومحافظين وكمان مشرة تاني بلش المنظمات الدولية توزيع مساعدات رزقية على النهار التنان في اجتماع بصيدة مع المزير ناصر ياسين حيكون مع وفد من المنظمات الولية حيتقوا بمحافظة الجنوب والنمطية كيفية العمل الجنوب ونهار الأربعة حيكون في المنظمات ثانية بمحافظة الزقلة يعني الثانية الأربعة حيبدو بعض المنهار كمان حيكون مع المنظمات الولية كمان حيتعرقوا ويبلش شغل يعني جولات تفقودية وشغل أكيد مستمر على مدار الساعة يعطيكم ألف عافية جوات سبيتي مستشار وزير البيئة ومنسط بلجنة الطوارئ أكيد موعدنا بجدد معك إذا أراد يعطيك ألف عافية مشاهدينا قطاع السياحة بلبنان مش بس جزء من اقتصادنا هو مرئات لثقافتنا لضيافتنا لكل التفاصيل اللي بتخلي لبنان مميز بعيون كل زائر بس للأسف هالقطاع كان من أكثر القطاعات اللي تأثرت بالحرب الأخيرة ومع هيك في عزيمة وإصرار واضحين على النهوض نجديد اليوم رح نحكي أكثر عن هالقطاع مع ضيفة عضو مجلس إدارة نقابة أصحاب المطاعم مايا بخعاز لنفهم أكثر كيف تأثر القطاع بالمرحلة الصعبة وكيف عم يتحضر للمرحلة المقبلة خصوصا مع قرب فترة الأعياد وكيف فينا أكيد نرجع للسياحة والمطاعم مكارتها المحورية بلبنان أهلا وصحة فيك مايا نحن نحن إذا فينا نرجع لورا نحكي على التحديات والأزمات التي عانيناها لوصلنا إلى هنا والأكيد والرؤية الإيجابية يعني قطعنا بخمسة سنين كمان يعني بخمسة سنين إذا ما نبلش شوي بالألفان وتسعة عشر بالأزمة الميلية لبنوكة لتدهور الليرة كورونا الهجار أربعة أرب أكزاكتلي عندك أزمة اقتصادية جانرال عندنا أزمة اجتماعية أزمة سياسية وبعدنا نعاني فيه وأكيد الأزمة الأمنية اللي هلأ أخذ شي حسينا فيها طريقة كتير كانت يعني عبليا على لبنان يعني من أين بدك نبلش بالمرحلة قبل بس لو أصلت لون يعني إحنا من 2019 إلى 2023 أو 2022 كنا عنجاد نزلين بالدروب كتير قوي بلشتنا نرجع نشوف شوية ازدهار وبونين بال2023 رجعنا شوية نرجع نستثمر وهالكطاع يرجع مرهات 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 جديدة نصبت جديدة ناس رجعت عنجاد صار عندها ثقة إنه تجي وتستثمر بهالكطاع في لبنان ورجعنا بآخر السنة الماضية يعني بآخر الثلاثة أو عشرين رجعنا شفنا انتي كاسة كبيرة ورجعنا بلشنا إنه لأ حالة حرب مظبوط كانت كانت شوية كانت محصورة يعني رجعنا متدت على نطاق يعني إذا بدي أحكي شوية عن شهر سبعة بلش بشهر سبعة كان في دروب بتقريبا 30% من قبل السنة الماضية وهذا الدروب كان بعد ما بلشت الأزمة توصل على بيروت كتير بس هيدا إذا بدي كنتيجة إنه اليوم السيح اللي بيجي على لبنان ما حجز قبل بوقت يعني الجاي من الإكوادار من بريزيل من البلاد اللي بعيدة ما حجز ونحنا منبتكل على هذا السيح اللي بيجي بيقعد شهر بيصرف بيستأجربات بيتعشا وبيتغدى بالمطعم هذا بشغل عن جد ويلعبه دور كتير بالدور كتير كتير سو اتكلنا على اللاست كامير يلي بيجي من البلاد الخليج من الشرق الأوسط بيجي من أوروبا هذا بيجي آخر دقيقة بياخد قرار وبيجي وهذا بيجي أكسبات يجي عند أهله يجي عند أرحاله سو ما صار في هالصرف وهالسياحة اللي كنا نطرينها بهالسايفية صلنا أكيد بشهر قبل ببدايته يلي ما إجا ما إجا ويلي إجا راح تركبه ورجع فل من لبنين صوحا جاد كتير هون بلاشنا نحس أكتر شي إذا عم نحكي بيروت ودواحية أكيد جنوب البقاع ضاحية ما عد فيه حركة سياحية ولا مطاعم ولا حركة يعني اقتصادية أصلا بس بيروت داونتان وإشرفية حسينا كتير بحركة وقفت تقريبا عم نحكي بسبعين بالمئة من المطاعم سكرت البوابة عمدها شهرين وثلاثة هيدا من أي مطاعم من شهر تسعة لشهر هلأ لنقول من جمعتين تقريبا بقيت تقريبا 30% بس في تحين البوابهم يعني فينا نقول أنه المناطق الأكتر تضررا هنا كانوا لجنوب البقاع بيروت أو بعد فيه مناطق أخرى كمانا نشلت الحركة فيها تماما نشلت الحركة فيها تماما لا أكتر شي عم نحكي نحن بيروت أكيد غير المناطق الأكتر شي كانت الفياد يعني المشكلة بس ولكن أكيد بتحسي اليوم أنه الإدراس الشرائية بكل لبنين خفيت يعني اليوم بحالة حرب الإنسان بلا ما يحس على حاله أوتوماتيكلي بيتضب ببطل بيصرف مثل ما بيصرف قبل بيصير فيه غير أولويات للصرف سأكيد الحركة حسينها خفت حتى على المناطق اللي كان شوي إذا بديك أكتر أمو هلأ شفنا بكسروين وبالمناطق شوي صوب الشمال إنه كان في عدد كبير كتير من النازحين مش موجودين بمراكز الإيواء وإنما يلي دبروا حال ونستأجروا بيوت وغيرها عم نشوف كنا في حركة عم نشوف كانت السياحة ناشطة نوعا ما بالسوبر ماركت وبالمطاعم هيدا الشي ساعد شوي إنه يضل هالمطاعم هالقطاعات واقفة على إجراء هيدول الكتاعات أكيد هوني ساعدت يعني إذا بديك مش ساعدت بس انتقلت من منطقة لمنطقة اليوم يعني عدد النازحين اللي كانوا لنقول بكسروين أو بالمتن أو بالشمال بدلا ما يصرفوا بمناطقهم صاروا عم بيصرفوا بمناطق تانية صار فيه كسافة سكنية بهالمناطق سوأكيد اليوم السوبر ماركت والمطاعم بس خيرا كمانا نوضح أي نوع مطاعم يعني الفاين داينينج وال مور الكونفينيينس بتسميهم الكونفينيينس والضروريات سو هيده أكيد اشتغلت نصرف عنديك عدد أشخاص وفي ناس استأجرة بيوت وقادرة كانت تروح وتصرف وتكفي طريقة إذا بديك اللايفستايل اللي كان معواد عليه أكيد بس بمناطق أخرى أكيد وبيمكن سياسة يعني سياسة صرف أكيد شوي مختلفة عن قبل يعني ما منعرف كنا شو نعطرنا أكيد كيف تعمل أصحاب المطاعم مع هذه الأزمة تواصلوا معكم كان في صرخة أطلقوة بهذه الفترة أكيد يعني أصحاب المطاعم صاروا إذا بديك عوادين على الكرايسيس مانجمت صاروا خبرة سنام عوادين أصلا احنا بلبنان لأنه ممنعرف بعد ساعة شو نحن يعني شوية خليني بس كمان أحكي شوية أنه اليوم الكطاع الخاص عن جد جبار ومكاون يعني بعد كل اللي بيمرق فيه بيرجع كل مرة بينهد وبيقف وبيقف على إجري والأحلام من هيك مايا أنه هلأ أنا بقطع الأوتوستراد أو بكون قطع فيه مطارح جديدة عم تفتح إن كان سوبر ماركت إن كان مطاعم يعني هذا الشي كمانا بيكبر القلب يعني نحنا كنقبة أصحاب مطاعم عطول سبقين بالمبادارات طب غلنا النقبات السيحية الباقي وأهم شي الهيئات الاقتصادية العطول كمانا عندها مبادارات بنائة ومتضامنة هايدي كمانا خلت اليوم إنه نقدر كلنا منحط إيدنا بيض بعض ونظلنا عم نكفي لقديم حتى أنا أوقات وقت المم معنا سبديك مواقف قدرين ننفذها بس على قليلة مخططات خطط على المدى القريب والمدى البعيد واضحة سوى أصحاب المطاعم اليوم أكيد اتكبت اخسارات كبيرة حتى لو نحنا مساكرين ببابنا عنا صريف سابتي يعني عندك الأجار والبلدية وكونترال محامي وكونترال أدتر يعني فين وشا ما فيك بعدين عندك الأهمة شي الأهمة شي اللي هي أهمة سروة نحنا خسرناها من 2019 لأهل هي السروة البشرية شخباب وصبايا هاجر يعني هيدول كان أهمة شي نحنا عنا اليوم نقدر نحافظ على هالكوادر اللي عنا إيها والموظو هلأ بكونت ترجعوا بالشوكة أنا من السفر يمكن تدريبات لا يجعوا يفوتوا هلأ كتريتنا حافظنا على موظفينا بطريقة ما وأكيد هلأ بنرجعنا نعمل إعادة هيكي شوية الترينينج ونحنا بكاميرا الجهوزية للعياد يعني بهالفترة هايدي مزبت أنا في أقل من شهر بيفصلنا أكيد بس أنا أتأكدلك أنه كلنا محاضرين منيات للعياد محاضرين بروغراميات محاضرين يعني عن جهوزية هذا شيء واضح هماية عم نشوف معوضين على هالأشياء عم نشوف يعني المطاعم عم ترجع تستعيد حيويتك لماذا تحسس أنه الناس أنه نحنا البلد عم يرجع يقف على إجراء عم نرجع نحنا نستعيد عافيتنا اليوم إذا بدي أقليك سميلي تحدي واحد عم بتواجهه من بعد الأعلان عن وقف إطلاق النار ومن بعد عودة الحياة تدريجيا لطبيعتها شو هي اللي عم بواجهكن اليوم بعد ما عنا كتير وقت لنحكي بتحدي مع بعض وقف إطلاق النار ولكن نحنا كنا مجاهزين أنه نهارة اللي بتوقف يعني بصير في وقف إطلاق نار نحنا جاهزين نكمل حياتنا ونكمل مثل ما معوادين يعني عم نتطلع هلأ اليوم للعيد العيد نحنا أراد يفتنا بدسار يعني عادة نكون محاضرين للعيد بقبل ولكن يعني اليوم الأخبار الحلوة اليوم التيارات مليانة هايدي كلها بلش يصار في حجوزات في حجوزات بالمطعم يعني بـ 24 ساعة بتلاقي أنه عن جد الناس اليوم رجعت رجعت الحياة عم بترجع للحياة يعني لك هلأ شي منيح وشي مش منيح أنه اللبناني بيتأقلم بسرعة يعني بيتأقلم ضغري مع المشاكل وبيتأقلم ضغري مع الحلول يعني هذا الشي كمانا فيو شي بوزيتيف صح مايا اليوم أكيد عم تشغلوا على خطة معينة لجذب السيح وتحديدا بهيد الفترة مع اقتراب فترة الأعياد شو الخطة اللي عم توضعوها كيف بتكون ترجعوا تقولوا للمختاربين يلا رجعوا هيد الفترة عيدوا مع أهلكم وأصحابكم البلد بخير هلا اليوم زي بديك لديسانب يعني اليوم ما فينا نقول عنا مخطط لهالشهر بس أكيد عنا مخططات للصيفية اليوم مخططات للصيفية أكيد اليوم نستقبل سواح نرجع نجذب السواح اللي ما أجد هديك السنة عنا بس هادي الشغلة كمانا اليوم أهم شيء أهم شيء نحنا منطالب فيها أنه بلا أمن و بلا استقرار أنا ما بقدر أجذب ولا سيح على لبنان يعني أتمنى نحنا قطاع خاص قوي ويقف على إجري اليوم نحنا منطالب بانتخاب رئيس منطالب بإصلاحات حتى نقدر اليوم نقول لهالسيح الحجوز من هاللقو اللي جاية على العيد أصلا جاية واللي بعده كان خايف يحجوز عم بيحجوز اليوم وبكرة هلأ تشجع هلأ تشجع والطيارات مليانية وأوفر بوكينغ وشغلة كتير حلوية نحنا كل شيء بقدر إليك نحنا جاهزين لنستقبل يعني اليوم عنا عم نحافظ عجودة عنوعية عنا عنا فرايتي كتير كبيرة في محلات عم تفتح يمكن اليوم أخرت شوي أنه تفتح بس رح تفتح بك أنه حيفتحوا على العيد ما بعض زي بعض بلحقوا بس أنه اليوم أصلا كان عندك بآخر بآخر سنة قدي فتح محلات جديدة وكلها جاهزة ترجع تفتح بوابة وتستقبل وين كان التقل بأي محافظة بيلوت كتير فتح محلات جديدة وكانت مفروض يفتح بعد 50 مطعم بآخر 3-4 شهر يعني ببيروت أي مناطق اليوم برأيك ما يفيد تكون هي مركز لإعادة أحياء السياحة والمطاعم بلبنان يعني منعرف في مناطق تأثرت في مناطق تضررت كتير في مناطق تأزت جراء الأصف الإسرائيلي يعني بالدواء ترجع تستعيد عفيتا وترجع تعمر من أول وجديد رح يكون في تقل على مناطق أخرى ومحافظات أخرى برأيك اليوم أيها أنت ما أحكي شوي كتير عن محافظات اليوم لأنه سمعنا كتير كما سمعنا كتير أسئلة أنه والله الشارع بالمتن أو بأنتليس عاش من وراء أنه الحرب لا هو أصلا كان إذا بديك اليوم من كذا سنة بلشنا نحنا مساميها دي سنتراليز سنتراليزيشن يعني بكل منطقة أصار فيها إذا بديك الناس بتظهر بهذه المنطقة اللي ساكن بالمتن بيظهر بالمتن ما عد كله بينزل على بيروت أو على الأشرفية بكل منطقة أصار فيه مطاعم ونايت كلابز وناس بتظهر بالمنطقة اللي هي فيها صحيح أكيد بيروت بتظل بيروت بتظل أتراكشن يعني اليوم هذه العاصمة 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 بيروت ولكن اليوم أنا برأي كل لبنين اللي حينتعش أكيد فيه مناطق هتاخد بقت كتير أكتر لترجع تبني إذا مدمرة لترجع يعني في عنديك انفراستركتور بلترجع تنبنى ولكن نحنا يعني اليوم أمنيتنا أنه نقدر نعيش سياحة عكل لبنين ونرجع ناخد يعني نرجع نرجع لبنين على خارطة سياحية وبالأخص بسياحة مستدامة كل السنة وبكل لبنين نرفع علم لبنين نرجع بكل لبنين برأيك كيف ممكن اليوم يصير فيه تنشيط المناطق وكيف فينا نشط المناطق يعني تأثرت كتير ليرجع لبنين على الخارطة السياحية مثل ما أصلاً كنا عنا كنا عنا بروغرام وأنا شخصياً كنت حابة هيدا يعني كنت حابة يكون فيها المضادرة كنا حابين نعمل إيذنت بأول الصيفية كرميل الجنوب ونطلقه من الجنوب ولكن ما قدرنا من وراء الأحوال عمشو بيحكي هيدا رح تخبرين عنه شوية لا خليس ربيل لسنتجي بس أكيد 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 نقابة أصحاب المطاعم سنتجي حب نقلها وجود بزنوب وحنفتتح الموسن السياحي من الجنوب سنتجي حلو كتير تعرفي مع أسرار المواطنين يلي غادروا بيوتهم قصراً ونزحوا إلى مناطق أخرى كيف رجعوا رغم أنه في كتير منهم بيوتهم ضماريت في كتير منهم عم يقعدوا عند أصحابهم كرميلة ما شو حالهم بس أسرارهم وصمودهم وأنهم بدون يرجعوا يا عمرو من أول وجديد ما بيستغرب أنه تاخد كتير وقت صدقين أكيد هذا الشي بيخلينا عن جد نحس أنه البلد عن جد رح يرجع يا عمر رح يرجع لمجده إذا أراد كنا عم نحكي عن الطاقات الشبابية وكنا عم نحكي عن نسبة الهجرة وعندك شيء بالأرقام قدي نسبة الشباب والصبايا يلي هجروا نحنا كان عنا بالقريب لألف وتسعة تقريبا مية وخمسين ألف موظف لبناني بالقطاع السياحي لألف وحدة وعشرين كانوا صاروش ستين سبعين ألف هالقد جانا حسنا بالألف وثلاثة وعشرين صار في حماس للرجوع حسوا أنه هالقطاع رجع عم بيزدهر بعضهم مفلوا بعضهم موجودين هون ونحنا الحابين أنه يرجعوا يرجعوا كلهم هلأ بالأرقام بس نحنا عم نشتغل كتير على هالشي هيدا ونرجع نرجع اللبناني أو على القليلة نخلي اللبناني اللي عم بيتعلم هون وعم بيتخرج نخليه باللبنان إن شاء الله أكيد وبهالإطار أكيد يمكن عم ترجعوا وتعملوا دورات تدريبية دورات إعادة تأهيل لنعملين أصلا بالقطاع على صعيد فردي بكل مؤسساتنا صح هلأ جايين نحنا على موسم أعياد مايا مثل ما ذكرنا شو مستنظرين قدام مستنظرين يكون في عدد سياح اللبنانية كمانا قدام مستنظرين يكونوا يلعبوا دور كمانا بتنشيطها الدورة الاقتصادية اللي هي كمانا شي كتير أساسي أكيد دمشوكتنا عم بتحكي قديش الواحد بلبنان بيمسى بيفرح بسرعة وبيزعل بسرعة نحنا مستنظرين اليوم اللبناني أراد يحسان عم بالإخر 24 ساعة قديش صار فيه تغييرات قديش صار فيه حجوزات قديش صار فيه الناس عم بتحجوز حتى ل ثلاثة أربعة جماعة لقدام لا مستنظرين إن شاء الله أنه يكون موسم حلو و إن شاء الله بلند الأراضي الإيفنتات والسهر والمطاعم والحجوزات هنا مش عم بلاحق مسجز على التلفون هذا الشي عم جاد كتير حلو صدقين أنه عم نرجع هيك شوي نرجع لحياتنا نرجع نشوف أنه ما فيه دمار ما فيه أصف ما فيه حرب على أمل أكيدة تضلى هيك يعني مش نضلى هيك كويشين على صوص ونقطة مثل ما بيقولوا بد منك مايا تواجه رسالة لأصحاب المطاعم يلي عم يرجعوا يحاولوا النهوض من أول وجديد أنتم مقاومين نحنا عم نقاوم بالإنشياتف بالكرياتيزيتي ونحنا عم نصدر الأفكار وعم نصدر المطاعم لبرة وعم نصدر خبراتنا لبرة يعني اليوم نحنا نحنا جاهزين اليوم نحنا أصلاً عنا الخبرات لنقدر نرجع نكفي ومثل ما كذا مرة صرنا عم نبني وننزل ومرجع ونطلع ما فيه شي بيقف قدامنا مثل ما ذكرت أنا كمان بمقدمتي مايا أنه قطاع السياحة بلبنان هو قطاع حيوي قطاع أساسي هو رمز ثقافتنا ورمز ضيافتنا ورمز كرمنا يلي بيجوا من آخر الدنيا ليجربوا أو يقعدوا بمطاعم لبنان يزوروا لبنان ويعملوا سياحة بلبنان هذا الشي مش رح يتغير أكيد رغم كل الظروف والتحديات نحن نحن كطاع السياحة كطاع الأمل والفرح والضياف وهذا هو اللبناني مش رح يتغير هذا الشي على أمل يساعدونا كمان أنه نتنعم بالاستقرار وبالأمن هذا أهم شي هذا مطلبنا الوحيد أنا بدي أتمنى لك التوفيق مايا أتمنى لك الأصحاب المطاعم اللي عم يرجعوا يحاولوا يوقفوا على إجريون التوفيق أكيد عضو مجلس إدارة نقابة أصحاب المطاعم مايا بخعاز شرفتين أهلا وسهلا فيك فاصل ونواصل تخطيتنا من بعد تابعين معكم تخطيتنا المباشرة وهلأ مع طلاب مدرسة الجمهور يلي قرروا يقدموا لفتة مميزة لبلد لبنان وحاكوا الحرب على طريقتهم بفيديو قدموا من خلاله وعد شرف للشعب اللبناني بيتعلقهم بالوطن وبأرضه واليوم معي شرب البشعلاني ومارلين جلبوت لنحكي أكتر عنها المبادرة وعنها الفيديو منحضر سواء بارت صغير من هذا الفيديو ونرجع ونتابع حديثنا وعاك اليوم عصوت أمي يلا مام ما تأخرنا وتخلي الأتوكار يمشي بالك وعيتها الوعية وإذا بعد ما كنت واعي نحفي أخياني فيروز اللي أكيد بتصحصحني بالأتوكار أول ما وصلت على المدرسة انطر الفرصة تأكل منقوشة الزعتر يلي تعملتها ما بنسيها كل حياتي وفقع مع البنجو إجا وقت صف العربي كواعد أعراب والأبجدية اللي صراحة بعد لهلأ محفظتها وما صدقت خوريس للهار ترجع عالبيت مخور عريحة ملوخية التاتا هالذكريات كلها عشتها أنا وبيمدرسة سيدة جمهور عشت لبنان ولبنان عيش فيي أنا وبيجمهور فعلا بها السنين شفت أحلى صور من لبنان أنا ورفقاتي مشينا على أحلى طرقات بلبنان وأخذنا صور لأحلى مناظر ومناطق بلبنان من شماله لجنوبه وشفنا خضاره وبحره وأهم معالم التاريخية اللي أدهجت العالم يا مصهرنا أنا وأصحابي هو اللي عناها شربل ماريليين أهلا وسهلا فيكن حضرنا بارت صغير من هذا الفيديو يلي حنرجع أكيد نحضره وبعدين شربل بدي بالبداية تخبرني شو قصة هذا الفيديو يلي حضرناه يلي مبارح أخذ ضج كتير كبيرة على مواقع التواصل اجتماعي وكيف تلعتوا بالفكرة مصور نحن أول شي مدرسة سيدة الجمهور لبناني وطلعا بالنا نعطيه شخصية ونعطيه صوت بالفيديو وطلعا بالنا أنه نبيل يكون شخص الكل فيه يشوف حاله فيه ويعرف حاله فيه على أي أساس يشوفه حاله شيء بالفيديو اللي شفناه هلأ أول شي من شوف أنه نبيل حياته مثل حياة حياله أية لبنانة إن كان مع منقوشة الزعتر أي غاني فيروس كيف بيوعه على المدرسة وهيك وكمان نبيل فينا نعرف أنه نشوف حالنا فيه بقيامه اللي هنه قيام لبنانية واللي نحن كتلميز مدرسة سيدة الجمهور علمونا ويكون عنا إياهون قيام مثل الكرم وقتا نروح نساعد غيرنا بكل قدوراتنا إياه مثل الشجاعة والصمود وكمان إياه مثل حب الحياة يعني من هون نقيته اسم نبيل ما هيك ماريدين صح كيف طلعته باسم نبيل إله قصة هيدا الاختيار أول شي كنا نحنا كبرومو دميل فنسانك طبع سيدة الجمهور كنا عم نفكر على طريقة كيفينا نرمز حبنا للبنان خلال الفترة الصعبة اللي كنا عم نواجهها كلنا صوى بالبلد وحسيت حالي حسيت أنه لازم اكتب شي لأنه أنا شخص كتير بيحب يكتب وكن بالبيت عصوت الغارات يعني كمان وفكرت بطريقة أنه جسد فيها لبنان بس ما كنت بدي سمي هالشخص لبنان مباشرة بس لحظت أنه حرفيا بالفرنسي واللبنان لبان حرفيا إذا بتبدل تقلب تقلب الاسم بيصير نبيل فقالت ليه للا أنه بشكل غير مباشر جسد لبنان من خلال نبيل اللي هو شخصية تلميذ لبناني بيبرع بكل المجالات بحياته إن كان الصقافة الرياضيات الفلسفة الفن إلى آخره إلا بشكل واحدة وهي نفسه نفسه يعني من جوه هو مش قادر يكتشفه لنفسه وفينا نعمل مقاربة بين لبنان ونبيل لأنه لبنان كمان عم بيبرع بكل المجالات عالميا إن كان الصقافة العلوم السياحة الفن إلا بشكل واحدة وهي حال مشكلته الأساسية والسياسية اللي أصبحت معجلة يعني أنا أول شي بدي أسنع على هكي كيف قدرت تنتبهي على أنه بس نقلو بأحرف ليبان بالفرنسي بيصير نبيل هيدا فكرة كتير ذكية هلأ عم نشوف بالفيديو كمان أنه في لاتر كانت مكتوبة رح تقطع نرجع نحضرها بالفيديو بدي تخبريني شو بتتضمن هيدا اللاتر نخبر المشاهدين شو كلماتها شو معناتها نعم أول شي هيدا اللاتر بتبلش بتلميذ نبيل بيرجع من المدرسة وبيبرع بكل شي مثل ما قلت إن كان الرياضيات الفن الفلسفة بكل المجالات والماتيار اكزاكتلي عم بيخبر أنه هو بكل شي نيح يعني هو يعني بكل شي عم بيبرع بس بالآخر بقول أنه هو بخوبلام بالرياضيات بالفرنسي والمشكل البروblem هي عم عم بيقدير يحل المشاكل بالرياضيات يعني البروblem إلا شغلة واحدة و هي اسمه بالقلب مشان هيك سمت اللاتر بالقلب بالقلب شو سميتي بالقلب يعني بعدين الناس بيكتشفوا أنه هو الآخر جملة هي ميسيليا عم نحكي عن الشخصية نبيل اللي هي عم ترمز للبنان و نبيل يعني بأخلاقه بتصرفاته أنتو كتلميز ترمينال واحدكم طلعتوا بهذه الفكرة أو فيه تلميز من صفوف تاني شاركوكن لا هو كل سنة بس الترمينال بيقدموا هالحفلة لكل المدرسة من صفة السيزيام للترمينال أدى أخذتش هذا الفيديو خصوصا من بعد نحنا الفترة الصعبة يلي قطعنا فيها و أنتو كطلاب أدى هذا الشي كان شكل عبق عليكم أو كأنه مسئولية على كتابكم أنه بدكم هالفيديو ينجح ويوصل لأكبر عدد من الناس يعني نحنا ما كنا متوقعين هالقد تاخد شهرة هالفيديو بس يعني إذا بتشوفي هيكل حيوية اللي أخذناها بس عملناها إن كان مع يورجو اللي بيمثل شخصية نبيل مع سالين أبي نادر مع لين سعيد يعني عن جد عملنا عملنا كل جهدنا تنعمل هالفيديو بالمدرسة سورنا بالمدرسة فينا نشوف بالباص هيك الأشياء البسيطة يعني اللي بحياتنا يومية نكونوا عم تقوموا فيها بس هلأ بهذه ظروف الصعبة عرفنا إيمتها فعلا هلأ أنا بدي أحكي أنا وياكم بما أنه أنتم تلميز ترمينال أكيد فيه تحدي آخر السنة أنتم بانتظاروا بدكم تنتقلوا لمرحلة جديدة هذا الشي والحرب اللي قطعتها على لبنان شكلت عليكم عبق على سترس كتير أساس رح أسألكم بالدور السؤال المرجع لكم شو حسيت بهذه الفترة شو ياللي صرت تفكر فيه بالمستقبل أنه شو نطرني شو بدي أعمل بركي ما قدرت يمكن روح أعمل الفحص أول شي بالنسبة للمدرسة أكيد كنا كل يوم ما نعرف إذا في مدرسة أو لا ننتر لآخر دقيقة الشيء أكيد كان يخوفنا بس كنا كلنا نقوم نروح على المدرسة لأنه نحنا تلميز وكان عابلنا نتعلم ما كان بدنا نروح على البيت خصوصا أنه سنت الجاي بتبليش حياتنا الجديدة على الجماعات وما كان فيها توقي في الحياة وأكيد في عالم ما قدروا يروحها على المدرسة ونحنا كتير كنا نفكر فيهم ومشناك كنا نروح على المدرسة مبسوطين أنه عنا هالفرصة نتعلم ماريليان يعني مثل ما قال شاربيل ما فينا ننسى ما فينا ننكر أنه في تلميذ لبنانية ما قدروا يكافوا صناتهم الجراسية بسبب الحرب ومن موجههم تحية اليوم بس كمان يعني مثل ما قال نحنا كفاينا رغم كل شي رحنا على المدرسة لأنه بالنهاية يعني العلم هو سلاح هو سلاح سلاحكم أكيد سلاحنا بمعنى المجازة أكيد صحيح نخليه معنا طول حياتنا ويعني كمان كنا نخاف يعني أكيد كنا نسمع لأنه نحنا السكاي طبعنا بالملعب طبع الترمينال نحنا فوق وكنا نسمع كل شي ونشوف كل شي ونشوف الغارات ونخاف يعني أكيد بس ما نفرج لغيرنا خوفنا ونشوف الزغار كمان عم ديبكوا يعني هيدا الشي أكيد يعني لوينا قلبنا بس رغم كل شي نحنا هون انتو كفايين انتو كشباب هلا أكيد مستقبل إن شاء الله يكون لي مع نطركن كيف بتشوفوا لبنان أنا بحب أعرف الشباب هلا كيف وأنا منهم أكيد كيف بتحبوا تشوفوا لبنان بالمستقبل خصوصي من بعد هالحرب نحنا حسينا خصوصا بالبلاد بره والجيل الأديم صار عنده صورة عن لبنان سورية حرب وسورية ضمار بس نحنا بفتكير كل جيل جديد ما عم نقبل هالصورة وعم نرفض نحنا بعدنا من شوف لبنان مثل بلد حب وبلد فيه أمل وبلد عنده تاريخ ونحنا أكيد عبالنا نضلنا هون تنعمر لبنان عن جديد ماريليين كمان مثل ما قال يعني أنا بعتبر إنه لبنان هو بالنهاية يعني هو الصقافة هو العلم هو السياحة هو الحضارات اللي كلها إجت بأراضي لبنان وكونت بالنهاية تاريخته الغنية فأنا بدي أقول إنه لازم نفتخر بلبنان ولازم نفتخر بهالجيل الجديد يعني بيسخر كل طاقاته كرميل يظل بوطنه صحيح وما يهجر أكيد يعني شربل وماريليين هنا خير دليل على إنه بالفعل نسخر كل طاقاتنا ونسخر كل جهدنا ونشتغل كرميل لبنان ونشوف لبنان بعين أخرى وإن شاء الله هيك على دورنا بنكتب تاريخ جديد باللبنان ونشوف لبنان الجديد بعيونها بدي أتشكركم شربل وماريليين منتابع ما تبقى من مقطع الفيديو نرجع منتابع مصهرنا أنا وأصحابي هو اللي عناها وعزبنا أهلنا رايح جايب هالليالي مع إنه الجوار كتير والأدوية مطفية وبهالقيام الغراط نازل آخ علينا اللبنانية لو شو ما صار بنضل ملوك الليالي وكمان ما نسيت دول فكر بإخوات اللبنانية يلي قسيت عليهم الحياة وكنت دايما وقف حدهم بكل إمكانيات المادية والمعنوية ساعدتهم أكيد بس هالشي ساعدنا إلي أكتر إنه أكبر واستشعر مع إخواتي بالإمثانية وكنت دايما إرجع عالبيت حيث بعظمة العطاء والقصص البسيطة يلي ربنا نعم علينا فيها ومن أهم الأشي يلي نحفرت بذكرياتي ويلي كانت صعبة علي هيها سنين الخمسة الأخيرة معرفة المصايب من وين بدأت نزل عراسنا وبهالفترة كان أهم سؤال عم بينساء بيبيوتنا كل يوم منبقى أو منفل وبقينا لا يبقى لبنان صح كم واحد من إخوتي فلو بس قلبهم تركوه معنا وجه بحار قدير ويلي رح يضل يحفر بذكرتي طول حياتي هو هزروف يلي عم نجي فيها أنا ورفقاتي على المدرسة كل يوم من شهرين لهلأ أنا ما بعتقد في تلميذ بالعالم بصور يدروف وفوق راسه الأمكان وعلى يمينه مصيرات وعلى شماله هارات مثلي متلكون صار لي من السيزيان بيجي على الأم نسبار وبحضر حفلة الاستقلال بس هالسنة حيسس بشي جديد ومع الفيديو طبعنا يلي برميت العالم ويلي منصر فيها إنه نكون جيل الحب ومجيل الحرب حيسس لأول مرة بالمسؤولية مسؤولية تجاه مدرستة مسؤولية تجاه لبنان مسؤولية تجاه حارة أنا فأيه أنا نبيل أنا نبيل خلال أصعب المراحل يلي مرينا فيها كان فيه ناس عم يتحركوا بسرعة ليكونوا خط الدفاع الأول بوجه الألم بوجه الجوع وبيوجه الخوف مراكز الإيواء والمساعدات الإنسانية كانت عم تشتغل من دون توقف لتأمين الدعم للأفراد والعائلات المتضررة واليوم معنا صاحبة أحدى المبادرات كوثر عواضة يلي رح نحكي أكتر معها أكيد عن مركز بنين بالمدينة الرياضية تحديدا أهلا وسهلا فيك كوثر أهلا فيك مساء الخير مساء الخير للجميع يعطيك ألف عافية أول شيء على كل الجهود اللي كنت عم تقومي فيها أكيد أنت ومجموعة من الأشخاص بداية بدي بلش معك نضطر لمركز بنين بالمدينة الرياضية اللي هو يعتبر من أكبر المراكز وتقريبا قدرته الاستيعابية بتسيع ألف شخص خبرنا كيف بلشتوا كيف أسستوا كيف عملتوا بهذا الحجم اللي يقدر يستوعب عدد كتير كبير من النازحين أول شيء بلشنا نلاقي قد فيه مطارح قليلة للإيواء مدارس ثلاث العالم حتى ما عم تلاقي مراكز جديدة تفتحها بطرق الجمعية البنين لهذا المشروع وطلبت إذن من محافظ بيروت وأخذوا الموافقة من الوجائرة بزعم وعبر هيدا الموافقة بلشوا يجامعوا تبرعات وأكتر شيء ركزوا على أنه يكون فيه أعداد كبيرة بتقدر تستوعب هيدا المحل بلشوا يعملوا هنجارات من الجبسنبورد وجامع تبرعات أكتر شيء اجت من أستراليا ومن أمريكا كلف المشروع 200 ألف طلال بيستوعب ألف شخص وفيه مركز لمطرح لها للتعليم للولاد فيه انترنت فيه مطارح للطبخ فيه مركز عمناه سوري مكهن مطبخ لا مطبخ ميداني وفيه كمان عنا أماكن لتستوعب بعد هلأ يعني هلأ من تلت تقريبا تلت ترباعة يعني من مبارح لليوم إجا لعنا تقريبا شيء فوق العشرين عائلة هذا السؤال اللي بدي أسألك يا كوتر يعني قبل ما نتطرق للمرحلة ما قبل وقف اطلاق النار بدي أعرف منك قد يبلغ العدد الأشخاص الموجودين بمركز زبانين بالمدينة الرياضية ويا هلتورة بعد فيه ناس عم تجي فيه ناس طلعت على بيوتها ورجعت لأن شافت أنه بيوتها غير مؤهلة للسكن إيه كتير عم بتسئل يعني فيه مركز بالحمرة توصل معنا مبارح بالليل عم بيقولوا أنه لازم نسلم المدنى نهار السبت وفيه بقلبه بعد 11 عائلة كنتوا أنتوا مسؤولين عنه هذا المركز بالحمرة شخص هو المسؤول عنه عم بيقول بدي سلمه للدولة ما معي مهلة إلا للسبت الدولة عم تأملهم بديل ولا عم يجأ للأسف لا ما حدا عم بيقدم بديل بالعكس يطلبوا منهم أن يخلوا المدارس ويخلوا كل مركز الإيواء تقريبا من دون بديل من دون بديل ما ستعملوا بهذا الإطار قد رح تقدروا تستوعبوا عدد من النازحين ما هيدا هي يعني نحنا الخطة الموجودة لألف شخص هلأ بتقليلي شوفينا بعد نعمل بدنا نشوف ننطر البلد أول شي يتمركزوا العالم من أول وجديد بعد جديد الخبرية بعد الجديد كتير الخبرية صحيح ويمكن هلأ نطرق لنرجع نعيد الشغل من أول وجديد بس من المطارح الجديدة كيف؟ يعني مثلا بجنوب بشور نرجع نعمل مراكز إيواء جديدة وضعين خطة وقتين خطة بهذا في شي بده يصير جديد على الأرض لأن نحنا بعد ما تواجدنا وينما كان هيدا الأماكن كلها كان بعدها خالية هلأ بنرجع نتواجد فيها وبدنا نشوف شو المطالب الموجودة على الأرض هل حتتدخل الدولة هتعمل شي وإذا لا نحنا شو فينا نقدم اليوم تقريبا كم عائلة أو كم بيبلغ عدد الأشخاص الموجودين حاليا يعني اليوم حتى هذه اللحظة بمركز بنين تقريبا يعني عشان نكون دقيقة معك آخر رقم يعني هلأ نحنا عم نحكي عم بيفوته يعني أنا ظهرت اليوم الظهر من عندهم كان عم بيفوت عشر عيل قدامي فما عند رقم بعد يعني أنا أنا وعد طريق لعندك كمان فات عيل كان عم توصلوا معنا فيه دائما هلأ هلأ فيه نزوح جديد عم بيشير خبرتيني أو كنت عم تخبريني عن خدمات عديدة قدمتوا إن كان من مطبخ ميداني يعني كتير خدمات كيف كانوا النازحين عم يتعيشوا مع بعضهم بالفترة الأخيرة كانوا هنا عم يتبخوا مع بعضهم كانوا عم يتشاركوا يمكن عادات وتقليد بعضهم كيف كانت عم تصير صار فيه ألفة يعني نحن اللي شفناها على الأرض أنه فيه ألفة ومحبة بين العالم وكان يعني وين ما تروحي صارنا نتعرف على عالم جديد وصار فيه دفق بيناتنا والطبخ دايما بيولد محبة إذا بديك فالعالم فيه ستات تعرف تطبخ تقوم تقدم خدماتها للكال وهيك صارنا نكبر صارنا نروح من مركز لمركز صارنا نقدم النواقص الموجودة نعم وشوي شوي سننضوع أكتر على نعمل مبادارات مع الأطفال يعني سننعمل لهم انترتايمنت قدم لهم هدية كيف حدا يدعمكن؟ يس اسمها سوى في لبانون تعرفت على أربع أشخاص صارنا سوى نشتغل أنا وماروة ناصر وفاتن زين مصطفى عويركي وسننعمل شي يعني من أجمل ما نحن عملنا معه كان الأطفال اللي موجودين بمراكز الإيواء بالمدارس كانوا بحاجة أكيد لهذه اللفتي إلى جانب أكيد مثل ما قلتي اللي كان في صفوف كان في أماكن مخصصة للتعليم صحيح هلأ هذه الصفوف موجودة ببانين أنا بحكيكي بالمراكز اللي زرناها قبل وقدرنا فيهم مساعدات بنين هلأ عم تقدم صفوف وعم تقدم حتى يعني معلمات لتساعدهم للتلميز اللي ما عندهم أونلاين إذا حدا عنده أونلاين كمين عم بيساعدو خلال الإنترنت حلو كتير في كتير تعاون اليوم كوثر بعضكم أكيد مسابرين وبعضكم كفين بهذه المبادرة ومثل ما قلتي بيساعدوا لبانون عنا هلأ مثلا عم نعمل كتير أصص غذائية مثل ما كنا عم نعمل عندنا مستمرين حضركم مستمرين نحن هلأ عم يطلب مننا كتير أصص حتى أصص طبية حتى عنا مساعدات يعني دايما غير المادية في ناس كتير بتطلب يعني حتى ماما تتنقل من مكان لمكان منقدم له سيارات وكان دايما عن جهد نحن أنا بتشكر كل حدا ساعدنا يعني في ناس قدمونا سياراتهم في ناس قدمونا خدماتهم في ناس قدمونا مثلا منتل هالس للكد اللي كانوا يروحوا معنا على المراكز لنساعد العالم يعني ما بدي أقول سورفيس ساعد ما بدي أولويات بحاجة كل الموجودين بمراكز الإيواء إن كان الأهل إن كان الكبار وإن كان كمان الأطفال صح كانوا بالموضوع الأهل الكبار كنا نجد كتير مشاكل عند الإمهات مثلا مثل مثلني عم بيعانو وفي مأساة فكانوا فكنا كتير نحاول نجيب لهم حدا تيساعدهم يتحدث معهم نشوف مشاكلهم يستمع لقلهم العالم لما شافتنا عم نساعد ستتصل أقدر أدم مساعدات بهذا أنا بعرف أعمل هيك ولكن أنا معلمة شوفيني أنزل العالم هناك كتير ناس أكيد تطوع وبعدها هلأ أكيد عم تساعد وعم تتطوع كوسر للأسف من بعد مجدرة الكرك في عائلة ضررت بشكل كتير كبير وموجودة حاليا بزقق البلاد خبرينينا أكتر عن هذه العائلة وكيف هم توقفوا إلى جنبها وكيف هم تساعدوها هذه العائلة جانب تذكر اتصال كتير كان صعب علي أنه الأهل بطل معهم أي شيء خسروا كل شيء بملكه ورادة هم نزحوا من الضحية على الكرك خسروا بيتهم بالضحية وبالكرك معادة أنه خسروا أعداد كبيرة من العائلة يعني تستشهد وقتها طبعا الله يرحمه فكان الطفن محمد رمضان موجود بالمستشوى لقوه عايش خطينه بمستشوى رياء فاتشلت فينا الام أنه هي بدأت تنزل من المستشوى قدما تسمع أصوات بالمستشوى يعني كانوا عم ينقذوا قدما فيه ضرب حد المستشوى فلقدرنا نقلناهم على بيروت قدروا ينزلوا يلاقونا ببيروت أمنا لهم مسكن أول شيء بالأوتيل كام يوم لقدرنا نقلناهم على بيت وصلنا نساعدهم كان طبيا قدم له الولد كان عنده كتير كسور براسه وبعضهم هلأ بحاجة لمتابعة أو لمعالجة كتير بحاجة لمساعدة مجدرة الكريك يعني بيت أحمد رمضان كتير بعضهم بحاجة لمساعدة شو أكتر نوع من المساعدات هو بحاجة لأيليوم هلأ الحمد لله هنقدروا يأمنوا مركة أنه بيت لا يعدوا فيه بس أن ما عندهم أي شيء تاني فخسروا شغلهم خسروا كل قدرتهم يعني 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 بعث أن الأم عم تترى أنها تشتغل وتترك طفلة لعمرة منتشر هو اللي اتعرض للإصابة وعندها كمان أكيد في حالات مشابهة كتير طبعا كتير في نحن اترقنا لهالحالة وفي حالات كتير كمان كنا نشوفها بالمدارس متعلق فيهم يعني يصير معنا هيك أنه أكيد مثلا الولاد يجوا يتعلقوا فينا ويطلبوا أنه أنتوا أمكن هترجعوا تجوا تعملونا شو أنتا هترجعوا تجوا لعنا برأيك كوسر قدير يوم أنتوا قادرين تكفوا بهذه المبادرة قدير بعدكم قادرين تأمنوا مساعداتها هلأ خلينا نلفت ونظر على شغلة خبرتيني اليوم أنه استلمتوا كونتينر مليئ بالمساعدات من وين جاية وشو بيتضمن كان أول شي تشكر الجالية اللبنانية ببلجيكا هي اللي قدمت لنا هذا الكنتينر عم يشتغلوا وكانوا دايما صبايا وشباب ومنيات صغار لعبوا الكنتينر اللي يوصل على لبنان بيستفيدوا منه عدد أكبر والحمد لله أجل بالوقت المناسب لأنه هلأ نحن كله حنطلوا على الجنوب بتضمن مساعدات غذائية طبية صح شو؟ أول شي حفاظات حليب حرامات حتى في خيام اليوم عم بقرة ليستا فيها خيام حلو أنه بالفترة اللي قبل ما رأت عجنا كتير خيام بقلبها كمان فود سبلايز فيها كمان في كتير أساس في كمان ويلتشيرز بقلبها حلو يعني فيها تقريبا بتغطي يمكن كل الحاجات والاحتياجات سحر بحاجة لقل ناس حين هلأ صار أسهل عليكم يمكن تتنقلوا بالمناطق رح كمان تتوجهوا صوب الشمال تشوفوا وين في مراكز إيواء وفي ناس حين بحاجة لمساعدتكم مثل ما قلت لي هلأ رح تتوجهوا إلى الجنوب تتوسعوا يمكن نشاطكم نحنا كنا قبل عم نشتغل تحت الأمقاء والضرب كان كتير صعب يعني نحنا عم نترك عيالنا بالبيت ونروح وكاننا عن جد أمرات ما نكمل نرجع على البيت هلأ كتير أسهل الحمد لله يعني هلأ كمان العالم نزحت رجعت عبيوتها فهي ده الشي بساعدنا نعرف وين هنه لننطر ليتمركز وبدنا نصير نتوجه على الضيع على المدينة صور بعدها أكيد المواجهات مستمرة على أمل أنه خلص تتوقف يعيش نعيش بسلام ويتناعبوا كمان هالناس اللي طلعوا على بيوتها ورجعوا على بيوتها بفترة سلام يعني إن شاء الله على أمل كوسر كنتي عم تقوليني أنه كانوا عم بيطالبوا أنه بيأخلاق بعض الأماكن المدارس شو المسارية اللي هلأ بتوجهها للدولة أنا بقول أنه ياريت بيصبروا على العالم لأنه في كتير ناس حابة تروح بيوتها بس منا قادرة ما حدا مبسوط مترح ما هو لو نحنا خلقنانه الجو ولو عطيناه نقدي فينا نستمر نعطيهم فبدنا الدولة تلاقي حل سريع عن جد أنت الحالة طارقة هلأ للعالم اللي هترجع ما هتلاقي بيت لأله هيدا أمر كتير أساسي والأمور التانية بتطبع أكيد لأنه يمكن خط تتعلق أعداد مراكز الإيواء بما أنه في مدارس رح ترجع على طبيعتها بيترجع أكيد تستمر بعملها لعام الدراسة رح يستقنف إذا الله راد يعني لازم كمان أكيد ينتبهوا على هيدا الشغلة ويلفتوا انتباههم يعني يكونوا أكيد مدبين على هيدا النقطة كوسر عواضة أنا بدي إليك أعطيك ألف عافية وإليك ولباقي كل الشباب والصبايا يلي عم بيساعدوا كل النازحين وكل يلي هني بحاجة هلأ للمساعدة بهذه الفترة الصعبة أكيد أتشكرهم أنا كمان أنا بتشكر كل حدا ساعدنا دكتور رائد للطوف اتحاد كلنا للوطن وسوفر لبنون وكل حدا قدمنا مساعدات من لبنان ومن خارج لبنان شكرا ومارسي كتير لأستاذا أهلا وسهلا فيك شرفتين يعني مع هال مبادرة الفردية يلي كل يوم تقريبا عم نضوي على مبادرة فردية عم نضوي على مبادرات الشباب والصبايا أكيد المشكورين يلي عم نرج يرجعوا يعطونا هيك شوية أمل أنه بكرة أحلى أنه لبنان أكيد رح يرجع بنختم أكيد حلقتنا لليوم وصدر وقت نسلم الهواء لزملائنا أكيد بإسم الأخبار أما أنا برجع بلاقيكم نهار التانين إذا ألا راد إلى اللقاء اشتركوا في القناة